مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها والطق الصيفي عادي يوم الأحد في النهار وصيفي لطيف أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أما الخرارة التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن المملكة كانت يوم السبت وأيضا الأحد تحت أثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة لكن شاء الله يوم الاثنين بدخل هواء ذات درجات حرارة عالى ورطوبة أقل الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء صيفية لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى بحدود 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأحد بين 29 إلى 31 أجواء تقريبا صيفية معتدلة إلى عادية نهارا صيفية لطيفة أثناء الليل لكن يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة بارتفاع تدريجي إن شاء الله وبالتالي تكون العظمى يوم الاثنين ما بين 30 إلى 32 درجة والصغرى بحدود 22 درجة الثلاثة توالي درجات الحرارة ارتفاها بحيث تصبح الأجواء يوم الثلاثة حارة نسبيا وبتتراوح العظمى ما بين 32 إلى 34 والصغرى بحدود 24 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية إربد 32-20 عجلون 32-18 جرش 33-20 والمفرق 33-18 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 30-19 معدبة 28-20 عمان ما بين 29 إلى 31 العظمى والصغرى 20 الزرقاء 33-20 البحر الميت أجواء حارة 38 إلى 28 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 30-20 الطفيلة 28-21 الشرح 27-18 إمعان 34-22 العقبة أجواء حارة 38 إلى 27 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 36-21 أجواء حارة نسبية إلى حارة خاصة في النهار في المناطق الصحراوية الشرقية الصفاوي 37-21 ورويشد 37-21 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر